الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلة تفسير رؤية البطريق في المنام المرأة المتزوجة التي ترى البطريق في منامها بالطريق والله أعلم علامة على سمعها أخبار جيدة وسعيدة لها والله أعلم في منام المرأة الحامل يشير الحلم بالبطريق الأبيض على أن الجنين سيكون ذكر والله أعلم رؤية الفتاة العزباء للبطريق في منزلها في المنام تكون إشارة على زواجها وأن حياتها ستكون مليئة بالحب والتسامح والله أعلم عندما يرى الشخص بأنه يزبح البطريق في المنام يدل على فتح باب ومصدر جديد للرزقة للشخص الرائي والله أعلم رؤية اتباع البطريق للشخص في المنام إشارة على المكان الكبير التي يصل إليها والسمع الكبير والله أعلم في المنام تشير رؤية طائر النورس على الفرح والسرور الذي يعيش فيه الرائي والله أعلم تدل رؤية سقوط طائر النورس على الرائي في المنام دليل على حصوله على فرصة للسفر في فترة قريبة والله أعلم عندما يرى التاجر في منامه لطائر النورس بشرى له بالربح في التجارة والحصول على مكاسب كبيرة تسبب المرأة الحاملة التي ترى في منامها النورس الأبيض في المنام يكون علامة على إنجابها لأنسى والله أعلم في منام الشخص المريض يشير رؤية طائر النورس في المنام على اقتراب أجله ووفاته والله أعلم عندما يرى الفتاة عندما ترى الفتاة العزباء البط في منامها والله أعلم علامة على الخير الوفير وأن في منام المرأة المطلقة يشير رؤية البط في المنام على بداية صفحة جديدة وحياة سعيدة لها والله أعلم رؤية المرأة الحامل للبط في منامها تكون إشارة على سلامة ولادتها وأن جنينها سيكون ذكر والله أعلم المرأة المتزوجة التي ترى في منامها البط يدل على الحياة الزوجية السعيدة التي تعيش فيها والله أعلم في المنام تدل رؤية البط الأبيض على احتمال على الأخبار الصرة والرزق والخير الوفير الذي يناله الرأي والله أعلم رؤية الرجل في المنام لليمام الأبيض والله أعلم علامة أنه شخص صالح يقوم بأعمال الخير وأنه قريب من الله عز وجل عندما ترى المرأة الحامل في منامها اليمام الأبيض والله أعلم إشارة على رزقها بزكر يكون له مستقبل من مشيئة الله عز وجل والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته